بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرع كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدفع الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعند المشركين عباد الأوثان وما الله هم من النصارى وممتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد لا زال الكلام في مسألة الخوارق التي تكون مع بعض الناس ويروج بها على العوام في أنها كرامات روج بها على العوام لأنها كرامات من كرامات الأولياء مثل ما يتراءى لهم عند القبور أن شخصا يناديهم ويكلمهم أو يظهر بصورة أمامهم بصورة الميت فيقول أنا أقضي حوائجكم أنا أتوسط أشبع لكم عند الله وما أشبه ذلك فيظنون أن هذا الميت لأنه ولي من أولياء الله وأنه يظهر أنه يكلم الناس لأنه ولي فيزيد فتنتهم فيه ولم يعلموا أن الذي يكلمهم والذي يظهر لهم ويتراء لهم أنه شيطان وليس هو الميت أنه شيطان يريد أن يظلهم فيظهر لهم بصورة الميت ويكلمهم أو يقضي شيئا من حوائجهم فيظنون أن هذا من كرامات الميت وأنه ولي من أولياء الله في حين أن الميت لا يدري عن شيئا من ذلك فهذا ويقول الشيخ أن هذا جرى لكثير ما هو شيء نادر وإنما هو جرى لكثير من الأمم من قبل الإسلام والجاهلية وناس من المسلمين أيضا انفتنوا بهذا الشيء كما هو واقعنا الآن حول القبور من العكوف عندها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم كل هذا من تزيين الشيطان وقد تقضى بعض حوائجهم من بعض الفتنة وقد يكلمهم الشيطان أو يخرج بصورة الميت أو يحكى لهم أنه خرج وإن فلانا رأى تكون حكاية مأثورة بينهم فيتزيد حتنتهم والعياذ لله فهذا ليس شيئا غريبا هذا شيء واقع في الأمم السابقة وفي أهل الجاهلية وفي القبوريين من هذه الأمة ولا يغتر به لا يغتر به ويظن أن هذا يدل على أن الأموات ينفعون ويضرون وأنهم يجيبون من دعاهم وأنهم يقدرون وأنهم يخرجون من قبورهم إلى غير ذلك من الخرافات والترهات الباطلة يعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله التي تنهى عن الشرك وعن التعلق بغير الله وعن عبادة غير الله يعرضون عن هذا كل ولا يلتفتون إليه وإنما يلتفتون إلى مثل هذه الخجعبلات وهذه الخرافات هذا في الأموات وسيأتي في كلام الشيخ أنه أيضا في الأحياء الذين يدعون الولاية أو تدعا لهم تدعا لهم الولاية أو هم يدعون الولاية وأنهم أولياء فتظهر لهم الشياطين مخاريق أو شيء من السحر والشعوذ والتدجيل فيظن الجهال والأغرار أن هذا كرامات وأن هؤلاء أولياء في حين أنهم ليسوا من الولاية في شيء لأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتورعون عن الفواحش ويقولون ما عليهم تكاليف هذا ولأولياء ما عليهم تكاليف خرجوا عن التكاليف فصار يباح لهم كل شيء هذا ما يقول لهم الشيطان يباح لهم كل شيء لأنهم خرجوا عن الولاية خرجوا عن حدود العبادات ووصلوا إلى الله فلا يحلهم فلا يحرم عليهم شيء يفعلون ما يشاء ولا يتجب عليهم فرائض ولا يصلون لأنهم أولياء وهذا واقع الآن في الذين يغلون في بعض الطواغيت أو بعض الطواغيت الذين يظهرون هذه الفرافات للناس حولهم أو يستعملون شيء من السحر والشعوذة والتقمير على أبصار الناس يظنون أن هذه كرامات وهي مخاريق شيطانية وسحرية لا يتفتوا إليها يظهر لهم أنه يمشي على النار وأنه يدخل النار وأنه يبلع الجمر وأنه ينام على المسامير وتمشي عليه السيارة وعلى المسامير ويصدقون يقولون هذا أولي ما تضره ما تضره هذه الأشياء في حين أنك لو تطعن هبدبوس صغير ما يستطيع يصبر لكن يستعمل السحر والقمر فيظهر للناس أنه ما يحس بشيء من هذه الأشياء هذا كله من الكذب والتدجيل والوحك على العقول في الأموات وفي الأحياء الكرامة إنما تجري على يد ولي من أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا فكل تقي كل مؤمن تقي فهو ولي لله كل مؤمن تقي فهو ولي لله وما يجري على يده كرامة ما دام أنه مستقيم على طاعة الله وكذلك لا يستعمل هذه الكرامة لإضلال للناس بل قد لا يدري عنها أحد ولا يظهرها هو لأنه ما ما يريد تعظيم نفسه بل كل ما ظهر له شيء من الكرامة زاده ذلك توابعا وخوفا وذلة من الله سبحانه وتعالى هذا هو الولي حقيقة وهذا لا يغلى فيه ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله لا حي ولا ميت وهم ينهون عن ذلك أولياء الله لا يرضون أنهم يعبدون لا يرضون أنهم يدعون من دون الله لا يدعون شيئا من علم الغير لا يدعون شيئا من ما لا يستطيعه البشر هؤلاء يولياء الله أولا أن تكون أن يكونون على العبادة والدين والاستقامة وثانيا أنهم لا يستعملون هذه الكرامات التي تجري على أيديهم للإضلال للناس والتكبر بها على الناس وأيضا ما كل ما كل ولي لله تظهر له كرامة ما كل ولي لله ما هو بلازم يكون ولي لله ولا تظهر له كرامة ما كل ولي تظهر له كرامة ولهم من شرط الولي أن تظهر له كرامة من شرط الولي أن يكون مؤمنا تقيا هذا هو شرط الولاية ولهم من شرطها الكرامة والخارق للعادة لكن لو حصلت فهم لا يغترون بها بل تزيدهم تواضعا لله وشكرا لله عز وجل ولا يفتخرون بها ولا يستعملون ها في معصية الله نعم وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه الحكايات في هذه القصص التي يخترعونها أو الشيطان يظهر لهم بها نعم فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله كما أن نعم فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله نعم ما من أحد يتعلق بالأموات إلا وهو يردد مثل هذه الخرافات والحكايات ويعتمد عليها يعتمد عليها ويستمر في شركه يعتمد على هذه الحكايات وهذه الخرافات ولذلك يؤلفون الكتب فيها يؤلفون الكتب في هذه القصص وهذه الحكايات وهذه الفرع الذي يزعمون أنها كرامات نعم كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا خلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين نعم ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة والملائكة لا تعين المشركين وإنما هو ملك ما يقول ذا شيطان يقول هذا ملك من الملائكة وهذا كذب على الملائكة لأن الملائكة لا تعين المشركين ولا تعين على الكذب الملائكة إنما تكون مع المؤمنين المتقين ولا تعين المشركين أبدا فليس ملائكة وإنما هم جن ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله نعم هم شياطين من مرضة الجن يريدون إغلال بني آدم يريدون إهلاك بني آدم لأن الشياطين هذا هدفهم إغلال بني آدم وإهلاك بني آدم أما الملائكة عليه السلام فإنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين ويساعدون المؤمنين على الخير بل قد ينزلون في القتال ويقوون عزم المؤمنين ويساعدونهم في القتال كما حصل في بدر وكما حصل في غيرها وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هناك ومن وقعت له ما يطول وصفه هذه نعم الحكاية تجدونها موجودة في كتبهم في كتب الخرافيين من أمثال طبقات للشعراوي طبقات كتاب الطبقات في تراجم الأولية للشعراوي يذكر فيه من الخرافات والأوهام الشيء الكثير وأن فلان حصلوا كذا أو فلان ظهر على يده كذا نعم وأهل الجاهلية فيها نوعان نوع يكذب بذلك كله نعم الناس يعني كما سبق وكما تكرر أن الناس في مسألة الكرامات الناس فيها طرفان ووسط الناس فيها طرفان ووسط فمن الناس من ينكر الكرامات نهائيا ويقول ما فيه كرامات للأولياء كالمعتزلة ينكرونها ينكرون الكرامات نهائيا هذا طرف طرف الثاني من يغلو فيها ويثبتها حتى لغير أولياء الله يثبتها للعصات والمجرمين والفساق كما سبق فيغلو في إثباتها ويتعلق بأصحابها المنسوبة إليهم ويدعوهم من دون الله والوسط هم أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات بضوابطها يثبتون الكرامات للأولياء هذا شيء ذابت في القرآن والسنة ولكن لها ضوابط منها كما سبق أن يكون الذي جرت على يده مؤمنا تقيا ومنها أنها لا تغره ولا يتكبر بها ومنها أنه لا يستعملها في معصية الله عز وجل وإنما تزيده طاعة لله وشكرا لله نعم وأنها لا تسوغ التعلق به لا تسوغ التعلق به ودعاءه من دون الله عز وجل هذا عند أهل السنة والجماعة فلا إفراط ولا تفريط لا تنفى نهائيا ولا تثبت مطلقا ويتعلق بأصحابها نعم وأهل الجاهلية فيها نوعان نوع تكذب بذلك كله تكذب بها كلها يقول ما فيه كرامات ما فيه كرامات نعم ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله فأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم نعم الأول الذي ينفي الكرامات يقول ما فيه شيء واقع وإنما هذا الشيء تخيلونه في أنفسهم تخيلونه في أنفسهم فقط نعم تخيلات نعم فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة ثم نعم منهم من ينكرها ومنهم من يسكك فيها ومنهم من ينكرها لكن إذا ثبتت عنده بالأخبار الصادقة عمن يثق بهم انحرف واعتقد أن أصحابها ينفعون ويضرون فيتعلق بهم ويدعوهم من دون الله لأنه لم يبني على أصل فينا فيها لم يبني على أصل فينا فيها نعم ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له هذا هو قصد الشيطان أن الناس يخضعون لهذا المشعوذ والدجال الذي يظهر أشياء ما اعتادوها ولا أليفوها وهي خوارق شيطانية الناس يخضعون له ويعتبرونه وليا من أولياء الله ويطلبون منه حوائجهم حيا وميتا ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله وهو ليس من أولياء الله بل هو لا يصلي ولا يصوم كيف يكون من أولياء الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يتورع عن الفواحش يقولوا لا هو من أولياء الله وهذا سقط عنه التكليف لا يحرم عليه شيء نعم هو الشيطان كيف يعمل في بني آدم نعم يشاهدون ما يصلي يشاهدون ويفعل اللواط أو يلاط به ويقولون هذا ولي من أولياء الله لأنه ما يحرم عليه شيء نعم واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله نعم حتى ولا الصلوات الخمس نعم ولا يجتنب محارم الله للفواحش ولا الظلم ولا يجتنب محارم الله من الفواحش من الزنا واللواط وهو سائر الفواحش والعياذ بالله ويقولون هذا لأنه ما عليه تكليف لأنه ولي نحن نقول ما عليه تكليف لأنه مجنون نحن نقول لأنه ولي لأنه مجنون هل يوصل إلى أنه حد هذا مجنون نعم بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى نعم التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إيه لكن هم يأخذون الآية الأولى فقط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلو جادلتهم قال هذا ولي الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتركون الآية الثانية الذين آمنوا وكانوا يتقون لأنها ترد عليهم وهكذا أصحاب الباطل يأخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما لا يوافق هواهم من الآيات والأحاديث وإلا لو جاءوا بالآية الثانية إلى جنب الآية الأولى لتبين من هو ولي الله من هو ولي الله حقا الذين آمنوا يعني كمل إيمانهم وكانوا يتقون الله غاية التقوى ويخافونه ويرجونه هؤلاء هم أولياء الله حقيقة نعم وليس ولي الله الذي لا يصلي الذي لا يصوم الذي يفعل الفراحش هذا ولي الله هذا ولي الشيطان وليس وليا لله سبحانه وتعالى لأنه ليس من المؤمنين المتقين نعم فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارجة مكاشفات يعني للطلاع على المغيبات مكاشفات يعني للطلاع على الأمور الغائبة وهو ليس عنده الطلاع وإنما الشياطين تخبره بأشياء غائبة عن الناس فيظن الجهال أنه هو الذي اطلع عليها بولايته ما يدرون أن الذي يطلع على هذه الأشياء ويجلبها له هو الشيطان نعم لأن الله جل وعلا يقول هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون هؤلاء عملاء الشياطين نعم فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون يعتقدون أن هؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون ويدبرون مع الله سبحانه وتعالى نعم ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل وينتقص ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين نعم ينتقص الرسل ويقول أنا من بحاجة إليهم أنا وصلت إلى الله وأنا أخذ العلم من الله وهو يسمونها العارف بالله ولهم بحاجة إلى الرسل الرسل للعوامة ما هو لأولياء الله عندهم يعني فتن عظيم هو العياذ بالله وكفر وإلحاد كل هذا عند عباد القوار الآن هل يشغلون حيزاً كبيراً من العالم الإسلامي كلهم على هذا المذهب الباطل نعم ومنهم من يقى حائراً متردداً شاكاً مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلاً وإلى الإسلام أخرى وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان ومن هؤلاء الأولياء اللي يزعمون أنهم أولياء من هو شاك متحير الأول زائغ خارج من الإسلام عمداً لأنه ما يرى الإسلام ولا يرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه واصل إلى الله وأنه يأخذ عن الله مباشرة وأنه يجتمع مع الله ويأخذ منه الأوامر والنواهي والثاني متردد شاك فيما جاءت به الرسول هل هو صحيح أو ما هو صحيح؟ نعم وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها هذا هو السبب استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها الآية الثانية الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أخذوا الآية الأولى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اختصروا عليها فإذا جادلتهم وقلت هذا باطل وهذا كفر وشرك قالوا لا هذا أولاية أولياء الله والله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني زينوا كل شيء يطلبون كل شيء نعم لكن لما تجيب الآية الثانية تقسم ظهورهم تقول لهم هل هؤلاء يصلون؟ هل هؤلاء يصومون؟ هل هؤلاء يتجنبون الفواحش؟ أنتم تشهدون عليهم أنهم ما يصلون يذكر لي واحد أنه حور أو جاي يصلي مع ناس ما يعرفون شافهم يصلون وجاي يصلي معهم ولا واحد نيم تغطي نيم قال لهم أعيقظوا هذا الناب؟ قالوا لا هذا يصلي في مكة هذا ما هو يصلي معناه يصلي في مكة هذا ولي من أولياء الله نعم هذه يعني واقعة القصة هذه وهذه من قصصهم كلها نعم وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها نعم فإن الكفار والمشركين والسحرة والكخان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف ذلك نعم الشياطين تفعل أشياء مع بني آدم أشد من هذا تفعل مع بني آدم أشد من هذا تطير بهم في الهوى وتمشيبهم على البحار ومس بشرط أنهم يكفرون فإذا كفروا الشياطين تعطيهم ما يريدون تحضر لهم الأطعمة تحضر لهم تسرب من أموال الناس والخضار وتأتيبه لهم ويقولون هذا من كرمات الأولياء وهو سرقة سرقة السياطين نعم فإن الكفار والمشركين والسحرة والكخان أما ما يجري على يد الولي ولي الله من الكرمات مثل ما يحضر عند مريم وهي في مصلاها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا مع أنها ما تخرج ولا تروح ولا يدخل عليها أحد اتخذت من دونهم حجابا ما أحد يصل إليها إلا زكريا لأنه يكفلها عليه السلام فإذا دخل وجد عندها طعام النالة هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهذه كرامة يقينا لماذا؟ لأن هذه عبدة تقية صالحة مؤمنة فما يجري عندها هو من كرامات الأولياء بلا شك أمثل ما ثبت أن خبيب رضي الله عنه لما أسره أهل مكة وحبسوه يرى أنه يأكل من العنب الطري يحضر عنده عنب ويأكل منه مع أنهم حابسينه ولا يصل إليه أحد من أين جاء هذا العنب الطري هذا من عند الله جاء به ملك من الملائكة والدليل على هذا أنه مؤمن تقي أما لو كان إنه كافر وفاجر قلنا لا ماهيب هذه كرامة واللي جاب له هذا شيطان هذا الفرق بين الأمرين الفرق أنك تنظر في حال الشخص هل هو تقي مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله وما يجري على يده من الخوارق كرامة هل هو فاجر فهو عدو لله وما يجري على يده من الخوارق هذا خوارق شيطانية وليست رحمانية نعم فإن الكفار والمشركين والسحرة والكفهان معهم من الشياطين من يفعلوا بهم أضعاف ذلك يعني وليس في هذا حجة يقولون هذا ولي لأنه حصلت عليه نقول هذا حصل للشياطين وحصل لأهل الإلحاد حصل شيء من هذا تفعل الشياطين لهم هذه الأشياء مع أنهم ليسوا من المؤمنين قطعا هاي شيء ردنا فإن الكفار والمشركين والسحرة والكفهان نعم معهم من الشياطين من يفعلوا بهم أضعاف ذلك وهل يقال أن الساحر أنه ولي من أولياء الله وهو يعمل أشياء خارقة للعادة يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقطع المسافات البعيدة شيطان هل يقال أن هذا ولي من أولياء الله هذه خوارك شيطانية الساحر يعمل أشياء الساحر يعمل أشياء بسحره خارقة للعادة هل يقال هذا ولي من أولياء الله مع أنه يعتمد على الكفر والسحر نعم قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم نعم لأنهم قالوا أن القرآن أنه من الكهانة القرآن نوع من الكهانة وهذا مثل ما يقول الكهان لأن الكهان عندهم سجع وعندهم كلام يقولون القرآن مثل هذا هذا مثل عمل الكهان الله جل وعلا بين الحق في هذا في أن القرآن لا يمكن أن تتنزل به الشياطين أبداً ما تتنزل الشياطين بالقرآن وإنما تتنزل الشياطين على من على الكهان فالرسول لا ينزل عليه شيطان إنما ينزل عليه ملك قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون فالله جل وعلا وقبلها يقول إنهم عن السمع لمعزولون الشياطين معزولون عن الوحي ما يمكن ينزلون بالوحي أبداً فالذي ينزل على الرسول هو من عند الله والذي نزل به ملك والذي ينزل على الكاهن هذا من عند الشيطان والذي ينزل به شيطان فلا يغتر به قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ففيهم من الإثم والإفكي بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين أنهم لا علاقة لهم بالشرع لو كان لهم علاقة بالشرع الشياطين ما تقربهم فلما انعزلوا عن الشرع حضرت الشياطين عندهم الله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فهذا هو السبب السبب من انعزل عن القرآن وانعزل عن الدين الإسلام فإنه يقع في قبضة الشياطين وتقارنه الشياطين والعياذ بالله نعم وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم يعني ما يجري عليهم من الشياطين ليس كرامة وليس نتيجة طاعة لله مثل ما يكون لأولياء الله فالذي يجري على أولياء الله هذا نتيجة طاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى والذي يجري على أولياء الشيطان نتيجته معصية الله مخالفة أمره فالله استدرجهم بذلك وولى عليهم الشياطين تضلهم عن سبيل الله عز وجل من يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا أولو قرين فلا يحني من الشيطان إلا اتباع كتاب الله عز وجل نعم وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك نعم يعني ما يقال أن هذه كرامات لأنها نتيجة لهذه لهذه المعاصي والمخالفات وهذه عقوبة من الله عز وجل هذه عقوبة ليستدرجهم وعقوبة أنه سلط عليهم عدوهم الشيطان يضلهم عن سبيل وإنهم لا يصدونهم عن السبيل والمشكلة يحسبون أنهم مهتدون ولو بعد يضل عن السبيل وهو عارف أنه ظالم يمكن يرجع أنه يرجع لكن يحسبون أنهم مهتدون هذه المصيبة نعم والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى نعم وهي بالعكس نعم وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه وذلك أنه لم يكن عنده العلامة على الإيمان ليس حصول الخارق فقط وإنما العلامة على الإيمان الامتثال والعمل بطاعة الله عز وجل هذه العلامة على الإيمان أما مجرد الخارق فهذا قد يكون من الشيطان وهو نتيجة الكفر فهم مجرد حصول الخارق يدل على الولاية نعم والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه هذه مقالة القبوريين هذه كرامات مع أنها ثبتت وإنما يتناقلونها وحكايات ومنامات خرافات لكن لو ثبتت فهي نتيجة للكفر والشرك والعياذ بالله وهي من عمل الشيطان نعم وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا الذي يغتر بالخوارق ليس عنده فرقان بين ما هو منها من الكرامات وما هو منها من خوارق الشيطان ما عنده فرقان ولا تمييز وأكثر الناس كذلك نعم كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهذا كتاب هذا كتاب عظيم للشيخ اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو كتاب نفيس جدا هو في مضمون هذا الكلام الذي مر لخصه لكم تقريبا والتفصيل في ذاك الكتاب وذكر من أنواع الكرامات وما جرى على يد الأولياء من أنواع الكرامات الشيء الكثير وذكر من أنواع خوارق الشيطانية الشيء الكثير في هذا الكتاب وله كتاب آخر مختصر اسمه قاعدة بالمعجزات والكرامات نعم ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظماً ولم يعلم ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام نعم نعم كما سبق أنه قد تجري لبعض الفساق وبعض الملاحدة خوارق أشد مما عند هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام ومع هذا هم أعداء الله جل وعلا وهم أولياء الشيطان نعم ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله فإذا نعم فالدليل الولاية الآية الكريمة الذين عملوا وكانوا يتقون هذا الدليل القاطع الذي لا خفاء به أبدا نعم فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلاً عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلاً عليه نعم وأولياء الله هم المؤمنون المتقون أولياء الله من هم؟ هم المؤمنون المتقون أخذ من القرآن لا من الخرافات والحكايات المخاريق مخاريق بل من القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم وأولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم ثمرة إيمانهم وتقواهم أما أولئك فخرافاتهم ومخاريقهم ثمرة كفرهم وشركهم بالله عز وجل نعم وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق نعم وأكابر الأولياء نعم وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات وهذا فارق هذا فارق أولاً الكرامة تكون نتيجة الإيمان والتقوى وخارق الشيطان نتيجة الكهر والطغيان ثانياً أن أولياء الله لا يغترون بهذه الكرامات ولا يتكبرون بها بل تزيدهم تواضعاً وشكراً لله عز وجل وعبادة لله ما يقولون نحن وصلنا خلاص ويتركون العبادة بل تزيدهم عبادة لله خوفاً من الله سبحانه وتعالى يستعينون بها على طاعة الله يستعينون بالكرامات على طاعة الله عز وجل ونفع العباد نعم وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة المسلمين مما لإقامة حجة على المعاند وإما حاجة الناس كأن يدعو الله لهم وهم في حالة جذب وانحباس مطر فينزل الله المطر لحاجة المسلمين بسبب دعوة هذا الولي نعم فولي الله يستعمل الكرامة في منفعة نفسه ومنفعة المسلمين نعم وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه أو يستعينون بها على المباحات بخلاف بخلاف ولي الشيطان فإنه يستعملها في المحرمات نعم وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه وإن كان سببها الإيمان والتقوى في الأول لكن قد تخرجه قد تخرجه هذه الكرامة عن الإيمان لأنه يغتر بها يتكبر بها فيخرجه الشيطان من دائرة الإيمان إلى الغرور والعياذ من الله نعم فمن جاهد العلو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان مثال ذلك مثال ذلك المغنم الذي يأخذه المجاهدون من في جهادهم فإنه حلال طيب كما قال الله جل وعلا فكلوا مما غنمتم حلال طيبا فإذا استعمل هذه الغنيمة في طاعة الله زادته إيمانا وتقوى وعملا صالحا إذا استعمل هذه الغنيمة في معصية الله صارت شرا عليه صارت شرا عليه بدل أن كانت نعمة نعم فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه نعم فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان إذا كانت الكرامة سبب الإيمان لكن استعملها في معصية الله صارت وبالا عليه فكيف إذا كانت الخارق هذا سببه الكفر ما هو سببه الإيمان واستعمله أيضا في كفر هو سبب كفر واستعمله في كفر الأمر أشهد ولله يا بلله نعم فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام ولبسط هذه الأمور موضع آخر نعم والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان نعم رجع إلى أصل الكلام أصل الكلام كما سبب أن سبب ضلال المشركين وفتنتهم بالقبور ما قد يرونه عند القبر حينما يستغيث به ويستنجد به ما يراه من شخص يظهر له يقول لنا صاحب القبر أنا هولان يسلم عليه أو يحضر له حاجته أو يخدم فيظن أن هذا أنه من الله عز وجل وأنه كرامة لهذا الميت في حين أن هذا الذي يكلم والذي جاب لهم مقصوده إنما هو شيطان يريد أن يضله وأن يهدكه لماذا لكن انتكاس الفطر والعقول لا حول ولا قوت إلا بالله إذا كان محتاجا إذا كان محتاجا ومضطرا فلماذا لا يرفع يديه إلى الله جل وعلا ويدعو الله عز وجل في أي مكان أو في المسجد الذي صار رميما ومرتهنا بأعماله يروح للميت لأجل قضاء حاجته وتفريج كربته لكن العقول تنتكس والرياب بالله نعم والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب عند الأوثان أو عند الأسجار أو عند الأحجار أو عند القبور الشياطين تحبر في هذه الأماكن تحبر في هذه الأماكن ويحصل منها معهم ما يحصل مما يزيدهم ضلالا نعم كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك فإذا شاهد أحدهم القبر إن شق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه وأن أن ذلك هو النبي المقبور والقبر لم يشق إذا كان عند قبر نبي إذا كان عند قبر نبي يخرج له شخصا من القبر ينشق عنه القبر يعني من باب القمرة والسحر ولا القبر ما هو ينشق لكن يظهر له ظهور أنه إنشق قبر يصور له الشيطان ذلك تصويرا خياليا يصور له تصويرا خياليا إن القبر إن شق أو إن الجدار الذي أمامه إن شق خرج منه رجل سلم عليه وقضى حاجته يقول هذا وهذا الولي هو اللي عمل لي كذا وكذا في حين إنه شيطان نعم وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك القبر حقيقة لم ينشق وإنما الشيطان خيل إلى بصره السحر والقمرة أن القبر انشق نعم كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط أين؟ وهو لم يخرج من الحائط لكن أراه هذا من باب تخييل كما سبق لكم في قصة عبد القادر الجيلاني حينما كان يعبد الله عز وجل وإذا بالشيطان فوقه على عرش ونور فقال له ما قاله قال أنا ربك وأنا أحللت لك ما حرمت عليك فقال له عبد القادر كذبت أنت شيطان لأن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل تحليل وتحريب هذه ناحية هذه ناحية الناحية الثانية أنه تحداه وقال له أنشدك بالله أنت الله الذي لا إله إلاه فأبأ فلم يستطع الشيطان أن ينطق ويقول أنا الله الذي لا إله إلاه ولكنه لما قال له ذلك تلاشى ذهب ذهب مع الهواء تلاشى هذا العرش وهذا النور لما تحداه بهذه الكلمة لكن من هو مثل عبد القادر في فقهه وإيمانه وعلمه نعم لم يغتر بهذا الشيطان ولذلك قال له نجوت مني يا عبد القادر بعلمك نجوت مني بعلمك وقد أهلكت بهذه كذا وكذا من الناس نعم ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من أوتبر نحن لا نبقى في قبورنا بل من حين بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس ما شاء الله يرجع معهم للبيت يصدقه المسكين يصدقه هذا يقول له الشيطان على لسان الميت يقول له أنه ما نبقى بالقبور من حين يدفنون نطلع ونرجع معهم نعم نحن لا نبقى في قبورنا بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده نعم يمشي مع اللي شيعونه الميت يمشي مع اللي شيعونه ومنهم من يطار بنعشه يحملون النعش ثم يجي شيء يسيله من بينهم يطير به ويقولون هذا ولي من أولياء الله ومشي لتها الشياطين تحملها الشياطين من بينهم ليجوا تغرهم يعتقدون في هذا أنه ولي وينفع ويضر نعم إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح كما سبق أنهم إما أن يكذبوا بالخوارق مطلقا يقولون ما فيه لا كرامات ولا ولا خوارق وإنما هي خيالات وإما أن يظلوا في إثباتها ويظنون إن خوارق الشياطين إنه كرامات ولا يفرقون بين الكرامة والخارق الشيطان نعم وإما أن يظنونها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو يقولون لمهب شخصه لكن هذه روحه روحه تجسدت في جسد وظهرت على الناس وله ما ظهر من القبر جسمه جسده ما ظهر من القبر لكن ظهرت روحه وصارت في جسد يراها الناس وهذا كله من الكلم والتدجيل نعم وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت نعم حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن حتى أنهم يصدقون بالمحال يصدقون بالمحال يقول هذا أنا رأيت فلان الساعة الفلانية باليمن ويقول الثاني أنا رأيت والساعة لانتبول في الشام ويقولوا إيه هذا ولي الولي ما يشكل عليه شيء يمكن يصير في مكانين في آن واحد هذا هذا يصدق بعاقل لكن هم يصدقون ويقولون هذا ولي والولي ما هم مثلنا يمكن يصير بالشام وفي اليمن وفي المشرك وفي المغرب بآن واحد سبحان الله حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي إنما هي الصور صور شيطانية تصور في صورة الشخص صار واحد شيطان باليمن وشيطان بالشام وشيطان في مصر وشياطين وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا نعم الذي يدعو غير الله هذا مشرك سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الصالحين أو شيطانا أو شجرا أو حجرا فكل من عبد غير الله فهو مشرك من عبد غير الله فهو مشرك والذي يعبده إنما هو الشيطان لأنه أمره بذلك فأطاعه أمره بذلك فأطاعه فهؤلاء إنما يعبدون الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان يمكن يقول لك حن ما نعبد الشيطان حن نلعن الشيطان ونبغه تعوذ منه لكن تعبدون القبر فالذي يعبد القبر يعبد الشيطان الذي يعبد القبر والشجر والحجر هذا يعبد الشيطان ولو كان يلعنه ولو كان يستعيد منه مدام أنه يعبد غير الله فإنه يعبد الشيطان نعم وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا المساعدة والملائكة والنبيين أربابا نعم فكل من عبد غير الله فإنه عبد الشيطان وهو مشرك الشرك الأكبر سواء عبد الملائكة أو الرسل أو الأولياء والصالحين أو الكواكب أو غير ذلك أو الشمس أو القمر نعم قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هذا رد على النصارى الذين لأن صدر سورة آل عمران كله في محاورة النصارى فالنصارى يقولون المسيح ابن الله أيعبدونه ويزعمون أن المسيح أمرهم بهذا فالله جل وعلا كذبهم قال ما كان لنبي ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يعني مثل المسيح عليه السلام ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله هل الأنبياء يأمرون بهذا إنما الذي يأمر بهذا هو الشيطان كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين أي أن الذي يقوله النبي يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذا هو الذي يقوله النبي يقول للناس كونوا ربانيين لكن هذه الاستثناء المنقطع كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذا الذي تقوله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا رد على النصارى ومن شابههم ممن يعبدون الأولياء والصالحين هل الأولياء والصالحين على الحقيقة يرضون أن يعبدوا من دون الله لو رضي ما كان وليا لله الذي يرضى أن يعبد من دون الله ما يكون وليا لله فالولي على الحقيقة لا يرضى بذلك ولا يأمر بذلك وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نقف على هذا على الآية نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثروا في الإجابة أنا أقول لو أن هذا الكتاب وأمثاله درس في مدارس المسلمين وفي مناهج المسلمين لعاد الإسلام نقيا كما كان ولكن هل يدرس مع الأسف في مدارس المسلمين كثيرا يعني الغالب ما نقول كل مدارس المسلمين نقول الكثير منها اللي يدرس فيه خرافات خرافات باسم العقيدة وهو من هذا النوع من الدعاية للأموات وعبادة الأموات وغير ذلك فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بالعقيدة أن يعتنوا بالعقيدة الصحيحة وبكتبها ويقرؤونها ويتأملونها وينشرونها في الناس ينشرونها في الناس فلو أن الإخوان طلبة العلم الذين من تلك البلاد إذا من الله عليهم ودرسوا وعرفوا هذا الدين أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم يحملون معهم هذه الكتب ويدرسونها للناس يدرسونها للناس في بيوتهم وفي مساجدهم ويحاولون أنها تقرر في المدارس لكان في ذلك الخير الكثير يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها يقول يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها ألعاب السرك وإحضار أشخاص يقوم بعضهم بالمشي على الحبال وسحب السيارات بشعره وأكل الجمر وغير ذلك من الأمور علماً بأن بعضهم تظهر على سيماهم الصلاح فما حكم فعلهم هذا هذا من الشيطان هذا الفعل من الشيطان ما أحد يأكل الجمر ولا أحد أنا أتحداه أن يشرب منحار ما يشرب منحار لو تجيب له منحار تصبه بثمه صاح أو تجيب له جمر وتضعه على رجله يصيح فكيف يأكل الجمر يكذب لكن يظهر للناس أنه يأكل الجمر وهو في الحقيقة ما يصل الجمر إليه الجمر ما يصل إليه ولا إلى جسمه كذلك السيارة هو بجنبة ما هو بتحتها يكذب يظهر للناس أنه تحتها وهو بجنبة ما هو بتحتها من باب التدجيل على الناس واللي قل له خلاص تجرد من خرافاتك هذه وانبطح على الأرض وخل أمر بالسيارة على ظهرك يطيع ما يطيع ما يطيع أبدا اللي يطعم نفسه بالسيف وبالسكين قل له أنا بجيب سكين صغيرة وبطعنك لها ما يطيع لأنك أنت ما أنت بتشعول أنت حقيقة تطعنه حقيقة وهو يطعم طعن ليس حقيقياً وإنما هو تدجيلياً ففيه فرق بين هذا ولا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الشيء ولو كانوا يسمون هذا من الحيال ويسمونه من الفنون ويسمونه ما يسمونه يعني نفتح الباب للسحر نفتح الباب للشعوذة هذا أمر لا يجوز ويجب على ولاة الأمور منعه يجب عليهم منعه في الحال وأن لا يقر ولا أحد من طلبة العلم يسكت على هذا الشيء نعم وفضيلة الشيخ رفقكم الله كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم هل تنصحون بقراءته وهل كل ما فيه صحيح من الكرامات الله ما هو كل ما فيه صحيح لكنه في الجملة أبو نعيم محدث رحمه الله لكن قد يروي أشياء ما فيها نظر قد يروي أشياء فيها نظر لأن مهمته الجامع مهمته الجامع فقط وعليه ملاحظات ما في شكل نعم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت عن ابن حزم رحمة الله عليه أنه ينكر الكرامات ما أدري لما أعلم بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أخبر قد يكون ينكر ما يدعى من الكرامات قد يكون ينكر ما يدعى أنه كرامات وليس هو من الكرامات ما يدعى من الكرامات صحيح نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بأنه سيأتي من سلالته رجل عادل فظهر عمر ابن عبد العزيز هل هذا من المكاشفات هل عمر أخبر بذلك هذا كلام مدعا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يروى من أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قد شرب السم فلم يضره هل هذا من الكرامات نعم بلا شك هذا من الكرامات يعني خالد ابن الوليد فعل خارقا للعادة وهو صحابي جليل ومقاتل وقاعد شجاع يجاهد في سبيل الله فما يجري على يده من الخوارق يكون من الكرامات بلا شك نعم وهو فعل هذا لأجل الحجة في الدين كما سبق لكم من باب الحجة في الدين من أجل أن يظهر حقية هذا الدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يرى فضيلتكم أن نناقش المفتونين من القبوريين وغيرهم من الذين قد غرر بهم مرة بعد مرة أم نبين لهم ونتركهم وضلالاتهم والله أنا أرى أنكم تلطفون معهم شيئاً بشيئاً وأن قدرتم على تلخيص مثل هالكلام مثل هالكتاب بعبارات مبسطة ويسيرة هذا شيء طيب وتوزعونه عليهم يكون هذا طيب في الكلام وبالكتابة لكن مع اللطف واللين وعدم القسوة لعل الله أن يهديه أو يهدي من شاء منه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في إحدى قرى السودان بعض الناس يذهبون إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء لقصد التبرك وتقديم النذور ويذهب معهم إمام الجامع فإذا ناقشناه يقول إنه قد ذهب من باب المجاملة وكسب ود الناس فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام ويجوز له جامل في الشرك ويجوز له جامل في الشرك يجوز له جامل في الشرك واجب عليه الإنكار هذا أعظم المنكر رأى منكم منكرا قال يغيره بيده وذهب إمام الجامع معهم يزيدهم شر ويتخذونه حجة تخذونه حجة أمام الناس هذا لا يصلى خلفه نعم إذا صدقناه وقلنا أن هذا من باب المجاملة أولا ظاهره إنه ما هو مجاملة أنه يعقد مثله نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول الشخص لقبر أو لغائب أدعو لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي عند الله في كذا هل هذا شرك أكبر هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر هذا شرك أكبر الدعاء من الميت طلب الدعاء من الميت أو طلب الحاجات أن تطلبوا يدعو لك مثل لو طلبته يحضر لك ولد ولا يحضر لك سيارة ولا ما هو شرك هذا لو طالبت من الميت أنه يجيب لك سيارة ولا يجيب لك ولد ولا يجيب لك زوجة ما هو بهذا شرك فكذلك إذا قلت له يدعو الله لي هو ما يقدر يدعو هذا يوم كان حي على قيد الحياة يمكن أما بعد موته ما يقدر على الدعاء انتهى عمله قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له شف يدعو له صار بحاجة للدعاء ولا لا فكيف أن تطلب منه الدعاء نعم على شرك بلا شك فضيلة الشيخ فقكم الله امرأة تقول إنها تعالج بالأعشاب وتمسك بشريان المرأة المريضة من منطقة الساعد فتخبرها بأشياء عن طبيعتها كنزول البويضة في الرحم ووقت نزول الدورة وهذه المرأة تقول إن فيها قرينة من الشياطين هل يجوز الإتيان لهذه المرأة؟ يكفي أن تقول معها قرينة من الشياطين هذه من الكهان تصير تكون من الكهان مدام معها قرينة من الشياطين فهي من الكهان والذي يقول الكلام هذا هو الشيطان الذي معها لا يجوز ولا تترك هذه المرأة تعيش بين المسلمين لأنها من الكهان أو من الكذبة والدجالين أذن ما نحط إشاعات في المستشفيات ولا نحط مكاين ولا شيء يكفي نروح لها المرأة وتعلمنا بل في البطن واللي في الظهر واللي في أين نعم هذا كذب وتتجيل نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله جاء في قول المؤلف رحمه الله رقيقته وسره فما المراد بالرقيقة والسر؟ هو المعنى واحد يسمونها عباراتهم كذا هذه عبارات الخرافين هل يقول رقيقة و هل يقول سر و هل يقول حال و هل يقول روحه المعنى واحد نعم و هل من ذلك قولهم قدس الله سره؟ التقديس معناه التطهير سره ما أدري العباراتهم يقول قدس الله روحه يعني طهر الله روحه من الذنوب أما سره ما أدري نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله جاء من قول المؤلف رحمه الله قال والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات يعني الكرامات المقتصدون في الطاعة يعني ما عندهم طاعة كثيرة المقتصد هو الذي يفعل الواجبات و يترك المحرمات فقط و قد يفعل بعض المكروهات و يترك بعض المستحبات هذا المقتصد نعم و هل يكون المقتصد وليا من أولياء الله؟ نعم لأن المؤمنين على ثلاثة أقسام ظالم لنفسه و هو صاحب الكبيرة التي دون الشرك هذا ظالم لنفسه و المقتصد هو الذي ليس عنده ذنوب و لا معاصي لكنه يقتصر على فعل الواجبات و ترك المحرمات فقط هذا المقتصد أما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات و المستحبات و يترك المحرمات و المكروهات و بعض المباحات من باب الاحتياط هذا هو السابق بالخيرات نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله يستدل الصوفية بقول الله عز وجل لهم ما يشاءون يستدلون بها على كوني منهم اللي لهم ما يشاءون نعم فقط هكذا قال أقول هذا استدل هذا لأهل الجنة وهل الخرافيون في الجنة هذا لأهل الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله والذي جاء بالصدق و صدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم الذي جاء بالصدق والذي صدق به والذي جاء بالصدق و صدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم نعم من التصف بهذه الصفات فلا شك أن له ما يشاء عند ربهم يعني في الجنة نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله هل يوجد من المؤمنين الأتقيا من تقوم الجن بخدمتهم لا أعلم شيئا من ذلك ولا يفتح هذا الباب القراريون إنما دخلوا من هذا الباب نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله هناك بعض القصاص الذين يقصون للناس القصص ويعظونهم يذكرون قصصا خارقة للعادة فهل يطالب هؤلاء بإثبات هذه القصص هذا كما سبق الجواب عنه أنه ما أن الواعظ والداعية والخطيب ما يأتي من القصص إلا بما صح في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم كقصص الأنبياء والمرسلين والأمم الأمم السابقة وقصص الصالحين في القرآن القرآن قسم منه في القصص بالقصص الحق قسم من القرآن في القصص الحق فيأتي من قصص القرآن ويأتي مما صح في السنة من القصص الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويكفي هذا نعم تكون فضيلة الشيء ففقكم الله هل رؤية السرك في شاشة التلفاز أو الذهاب إلى المهرجانات التي يكون فيها ذلك هل يكون كمن أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول نعم إذا صدقهم بما يقولون حتى لو ما رأى الشاشة ولا رأى أحلمهم إلى شاشة اخبر بذلك وصدق يكون مثلهم نعم يكون مثلهم نعم تقول فضيلة الشيء وفقكم الله هناك امرأة صالحة يأتي من يوقضها في المنام كل يوم في جوف الليل لقيام الليل فهل يعد هذا من كرامات أولياء الرحمن أو من الشيطان لا هذا ليس الشيطان ما هم ووقضه للصلاة لكن ربما أن هذا يعينها الله جل وعلا به الله يعينها بذلك نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله أحد أقاربه يقول إنه عندما حمل الناس جنازة جدي وكانت الجنازة خفيفة وقد كان جدي رجلا خيرا فهل صحيح أن الملائكة تساعد الناس في حمل الجنازة إذا كان الرجل صالحا إذا ما يحتاج إلى حمل خلّه تشيله الملائكة توديه القبر لا يصدق بالأشياء نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله في بعض المقابر في المنطقة الشرقية يضعون بدل اللبن الذي يسد به اللحظ في القبر يضعون بلاطة من الأسمنت فهل هذا مباح؟ عند الحاجة نعم إذا أحتاج القبر الأصل يسد باللبنات القوية فإذا كان في بلد ليس فيها لبن يسد بالحجارة بالحجارة المبسطة أو بالبلاط ما خالف لا يسد بذلك نعم ما يترك القبر ما يسد نعم هل هذا مباح؟ إذا صح هذا هذا يسأل عنه المختصون من الأطبة وأظن هذا نهصل يعني هم يجعلون اللصقة هذه يقول أنها تخفف من أو تساعد على ترك الدخان إنه نوع من العلاج لأنها تشتمل على شيء من الأدوية التي تسري في المسام مسام الجسم حتى إن الإنسان يترك الدخان فإذا صح عند الأطبة هذا فلا بأس من استعمالها نعم أقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هناك من يفتي الآن بجواز ذهاب المرأة للسفر بالطائرة بدون محرم ويستدل بحديث الضعينة وأن النبي صلى الله ويستدل بحديث الضعينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المرأة التي ركبت لوحدها فوق البعير وسافرت بدون محرم ويشترط عدم خوف المرأة على نفسها فهل هذا موافق للأدلة؟ هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم جاء وسيرة يوم جاء مسيرة يوم ليلة جاء مسيرة يومين حديث حديث صحيحة كلها تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يروح يجيب حديث متشابه ويستدلبه هذه طريقة أهل الزير هم اللي يستدلون بالمتشابه ويتركون المحتم الواضح البين ألا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في طائرة ولا في غيرها طيبا الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنه يغزو وقال وأخبر الرسول أن امرأته خرجت حاجة فقال أرجع فحج مع امرأتك أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته مع أن امرأته مع الحجاج الحجاج فيهم رجال ونساء ومجتمع ركب يمشي فلماذا أرجعه يحج معها وهي مع ركب ومع جماعة ومع سبحان الله هل مغالطات اللي بلي بها الناس اليوم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يمكن أن يتصور الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أبدا الشيطان يتصور بصورة النبي هذا محال لكن يمكن أن يروج على العوام يقول أن أنا الرسول يمكن على العوام أما الحقيقة لا لا يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم لكن تصور بصورة غير صورة النبي والعامي صدقه العامي صدقه لأنه ما يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هناك قاعدة وهي الضرورات تبيح المحظورات فهل يأخذ من هذا جواز فك السحر في سحر مثله إذا كان مضطراً إليه يا أخي ما هو بضرورة هذا هنا أدوان غير السحر الله جل وعلا لم يجعل علاجنا فيما حرم علينا هذا علاج وأما أكل الميتة فهو إنقاذ للحياة فرق بين العلاج وبين الأكل الأكل تتوقف الحياة عليه ما هنا غيره ما عنده غيرها الميتة واللي بيموت أما العلاج الحمد لله أنواع العلاج كثيرة وأعظمها القرآن والرقية الشرعية هناك أدوية مباحة تستعمل في فك السحر وأعظم علاجه هو القرآن وتلاوة القرآن والرقية الشرعية فالله لم يحوجنا إلى السحر والسحر كفر أهل الإنسان يعالج بالكفر ما حدي ما يجوز هذا نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه